طيب من المنطلقات دي أو من هذه الثوابت نبدأ نشوف الصراع الدائر في محطته الرهنة يوم السبت اللي فات حتى الآن هو طبعا يعني الصراع غير مسبوك ومتعدد الظواهر الفريدة والجديدة تماما يعني في كل شيء حتى من الطرف الإسرائيلي نفسه يعني وكيفية قدرته للصراع ده العنصر المفاجأة ثم اقتحام المستوطنات بعض المقاتلين بتوع حماس أخدوا واستلموا أجهزة تخص الجيش الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية شوشوا على تكنولوجيا إسرائيلية أطلقوا سواريخ وأدوات وأساليب قتال وتكتيكات حرب جديدة حتى الأمريكان والإسرائيليين في قراءتهم التحليلية بيقول إن الحاجات دي علشان تتم لازم تاخد لها على الأقل سنتين هو ممكن تكون خدت سنتين ممكن لكن هي الحقيقة إنه استدراك الإسرائيليين للمشهد الغريب كان فوضوي جدا حساباته لا منطقية على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري المنطق السياسي إن هي حكومة 84% دي أحدث استطلاعات رأي عام إسرائيلية 84% من الإسرائيليين شايفين إن حكومة نتانياهو الأكثر تطرفاً آآ لم تفي آآ بسلام ولم تفي بالأمن الإسرائيلي بل بالعكس ده بيحمله الحكومة تبعات الموقف والمشهد عشان كده فوراً استدرك المسألة برضو بفوضوية زيادة إنه جاب حكومة طوارق تحت مسمى حكومة وحدة وطنية طبعاً ده مفهوم يعني فتفاض وليس له معنى إحنا حتى ورأي يمكن وإحنا بنتكلم فإحنا بنعرض نقاط الهجمات الإسرائيلية تحديداً على غزة وإحنا بنتكلم مع الأستاذ شادي بحثنا في هذه الشؤون فواجب التنويه بس إن المشاهدي بعارف اللي معروض قدامه هو في صورة آآ بتمثل النقاط الحمراء الاشتباك اللي حصل ما بين حماس وإسرائيل والمستوطنات اللي دخلتها قوات نحن عايزين الصورة دي الأول يعني قبل دي قبل الاستدراك الإسرائيل لأنه ده الاستدراك بالضبط كده ده رد الفعل بتاع الاحتلال فأنا عايز وإحنا بنتكلم أستاذ شادي بيتكلم على إزاي المقاومة قدرت إنها تستهدف الاحتلال بشكل لم يكن متوقع ويمكن أظن المستغرب جداً جداً إذا كان الجانب الصهيوني بيقول دي خطة بيتم التحضير لها بقاله سنة أو سنتين إحنا بنتكلم على جهاز استخبارات ياسف نصف نفسه دائماً بأنه جهاز استخبارات الأكبر والأقوى والأهم والأزكى والأكتر على الاختراق والنفاذية ثم أنا بتكلم على جهاز استخبارات يحتل هذه الدولة فمفترض إنه يبقى عارف إيه اللي بيدور داخل الأراضي الفلسطينية جنباً إلى جنب هو مدعوم طبعاً طول الوقت من جهاز استخبارات أوروبية وجهاز الاستخبارات الأمريكية وبالرغم من ذلك معرفوش حاجة ممتاز ممتاز يعني هو سؤال حضرتك فوراً بيحلنا إلى السياق اللي سبق الصراع اللي احنا شايفينه دلوقتي أول سياق هو كان في سبتمبر 20-23 وقت ما نتنياهو كان بيستعرض خارطه نيو ميدل إيست السلام الشرق الأوسط الجديد وجايب لون إسرائيل بالأخضر حوالين منه دول الجوار طبعاً ما كانش فيه أي إسقاط لأن فيه دولة فلسطينية أو غيره أو حتى أراضي محتلة وجنب منها طبعاً دول الجوار باللون الأخضر هنا كانت مقاربة نتنياهو وهي مقاربة طبعاً ولها قواعدها ولها محدداتها يعني أنه السلام يتحقق في المنطقة دون النظر وبغض الطرف عن تسوية القضية الفلسطينية وأنه بمجرد ما نضع يدنا يد الإسرائيلية في يد الدول العربية والدول المنطقة فوراً يتحقق السلام والاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية والمشروعات الاقتصادية والمشروعات الأمنية والتكتلات وخلافة